لما لم تقتدوا بعمر إذن أنتم آثمون لماذا لأن النبي حسب زعمكم قال إني لا أدري ما قدر بقائي فيكم فاقتدوا بالذين من بعدي وأشار إلى أبي بكر وعمر واهتدوا بهدي عمار وما حدثكم ابن مسعود فصدقوه هنا تأتي أيضا ضربة أخرى كفخة أخرى نختم بها ورقتنا البحثية أنكم إذا آمنتم بهذا الحديث وقد آمنتم به أنه صادر من رسول الله صلى الله عليه وآله لأنكم صححتموه فهذا الحديث بنفسه يثبت أن عمر عاصن تقول لي شلون هو في صدره اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر المفروض عمر هنا ممدوح وهو الذي جعله رسول الله حاشاه لنا علما لكي نقتدي به يطلع هو عاصي بمقتضى نفس هذا الحديث أقول لك نعم لأنه لما تنسجون الأحاديث أنت غبر أنت جهلة لما تنسجون أحاديثا مكذوبا عن رسول الله صلى الله عليه وآله تريدون مدح رموزكم فيه سبحان الله تقعون في أشياء في نفس هذا الحديث تدين رموزكم من حيث لا تشعرون وهذا ما فعلتم ففي ذيل الحديث صدر الحديث مفروض مدح لأبي بكر وعمر صحيح أما صدره يدين عمر على أقل تقدير ذيله يدين عمر على أقل تقدير وهو أين لما زعمتم أن النبي صلى الله عليه وآله قال وما حدثكم ابن مسعود فصدقوه فالسؤال هنا أكان عمر ممن يصدق ابن مسعود ويتركه يحدث بمقتضى كلام النبي صلى الله عليه وآله أم خالف ذلك أعرف لكم وين ما تروح في الطبقات الكبرى لابن سعد افتح بنفسك وقرأ في المجلد الثاني الصفحة 256 يقول أخبرنا حجاج بن محمد ثقة عن شعبة ثقة عن سعد بن إبراهيم عن أبيه ثقتان السند صحيح ومتصل قال قال عمر بن الخطاب لعبد الله بن مسعود لاحظتم ولأبي الدرداء ولأبي ذر ما هذا الحديث عن رسول الله قال أحسبه قال ولم يدعهم يخرجون من المدينة حتى مات يعني حبسهم في مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله تحت الإقامة الجبرية لمنعهم من أن يحدثوا عن رسول الله وكان ينكر عليهم أحدهم بن مسعود كان يقول له ما هذا الحديث الذي تحدث به عن رسول الله ممنوع أنت من هذه اللحظة قيد الإقامة الجبرية ممنوع أن تحدث بالحديث عن رسول الله وأنتم ترون أن رسول الله قال وما حدثكم بن مسعود فصدقوه إذن كان الواجب على عمر شرعا أن يترك ابن مسعود يحدث وأن يصدقه في كل ما قال فإذ لم يفعل كان عمر عاصيا لرسول الله صلى الله عليه وآله بنفس هذا الحديث الذي وضعتموه لمدح عمر دين تناقضات مذهب مليء بالتناقضات